بعد حادث مروع العراق تنقل جثامين مواطنيها من إيران أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثة إرسالها وفد كونسولي إلى مدينة نيشابور الإيرانية لتسهيل نقل ضحايا عرائيين لأرض الوطن بعد تعرضهم لحادث سير مروع بحسب وسائل إعلام العراقية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان أن القونسولية العامة لجمهور العراق في مشهد تتابع باهتمام بالغ حادث السير التعرض له السائحين العراقيين فجر الأحد المواجي غرب مدينة نيشابور الإيرانية وأدى لوفاة 3 وإصابة 17 وفقا للبيان فإن القونسولية أرسلت وفد كونسولي إلى إيران ومنطقة الحادث في إيران لمتابعة إصدار شهادات الوفاة للمتوفيين تسهيل إجراءات نقلهم للعراق كانت وكالة إيرنا الإيرانية أفتت أول أمس الأحد بمصرع أربع العراقيين وجرح 19 في حادث سير أدى لتحطم حافلتهم في شمال شرق إيران ونقلت الوكالة عن نائب مدير مركز داية الحوادث في مدينة نيشابور الإيرانية حميد حسيني قوله أن أربع أشخاص قتلوا وأصيبة 19 بسبب حطم حافلة ركاب صباح الأحد على طريق نيشابور في محافظة خرسان تقل السياح من العراق ترجمة نانسي قنقر